اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا البرنامج المبارك الذي يدور حول السيرة النبوية وقضايا الأمة نتحدث اليوم عن موازين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم قائد المجاهدين وقائد الدعاة وقائد الغر المحجلين ودعوة الله سبحانه وتعالى هي الأساس في كل هذه الشرائع وبخاصة في هذه الشريعة المباركة ولذلك جاء الأمر بالدعوة مباشرة بعد تهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم وكذلك والتعبد والتهجد فقال يا أيها المدثر قم فأنذر ولكن هذه الدعوة حقيقة لها ميزانها الخاص وهذا الذي نتحدث عنه اليوم حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسير على وفق هذا الميزان ميزانه الرفق والليل كما قال رب العالمين لسيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وميزان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أيضا قائم على أن يكون الشخص قدوة وأن يكون مطبقا لما يقوله ولما يفعله قبل أن يبلغ رسالته لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ولذلك كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قائدا وكان قدوة في كل شيء ما كان يأمر بشيء إلا وقد طبقه على نفسه وما كان ينهى عن شيء إلا كان أولى الناس وأقرب الناس عن هذه المناهي أو المعاصي التي أصم الله سبحانه وتعالى منها رسوله ميزان الدعوة أيضا يختلف تماما عن ميزان الجهاد وعن ميزان السياسة الشرعية وعن موازين أخرى فميزان الدعوة أيضا قائم على الجمع بين الأمرين على الحكمة التي هي الجانب العقلي والتجارب وكذلك الجانب الوحي فالوحي هو الأساس والعقل يكون خادما لتوصيل هذه الدعوة وهذا الوحي إلى الناس أجمعين بجميع الطرق القديمة والمتجددة وإنني أفهم من قولي سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها هذه الآية الكريمة تمثل لنا نوعية الدعوة والكلمة الطيبة حيث شبهها بالشجرة التي لها أصول أي ثوابت فالداعية لا يجوز له في أي حال من أحوال أن يبتعد عن هذه الثوابت أو يخرمها أو يخرقها بل يجب عليه أن يكون محافظا على هذه الثوابت ولكن المستجدات والمتغيرات أكبر بكثير من هذه الثوابت فشجرة أصلها غروقها أقل من أخصانها وهذه الأخصان أيضا لما أخصان يشار إليها أنها قابلة للتجديد والتغيير كما هو الحال بالنسبة للشجرة فبالتالي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تنطلق من ميزان الثوابت التي هي أقل ربما حجما ولكن لا بد أن تنطلق إلى المتغيرات والمتغيرات تتغير بتغير الزمان والمكان ميزان الدعوة أيها الإخوة الأحبة رغم أنه قائم كما قلنا على الجانب الوعظي والجانب العاطفي والجانب العقلي ولكنه أيضا حسب ما بيّن الله سبحانه وتعالى لا بد أن تقوم هذه الدعوة على البصيرة قل إنما أدعو إلى الله على بصير نعم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير خلي أكملها ما ألا ممكن حتى تعيدوها ما شيء من الآية الكريمة حتى ما يكون ها قل هذه سبيلي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من المؤمنين فالبصيرة أيها الإخوة الأحبة والأخوات الكريمات هو الرؤية البعيدة المدى حسب العرف الحاضر التحليل السياسي التحليل الاجتماعي التحليل الاقتصادي التحليل لشخصية الإنسان فالدعوة لا يمكن أن تنجح دون هذه البصيرة والبصيرة تعني وضع خطة دقيقة كيف تعمل وكيف تتعامل وكيف تؤثر ويكون شغلك الشاغل حول هذه المسائل إذن مع هذه البصيرة الأساسية وهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر الله سبحانه وتعالى به كما تلوت الآية الكريمة كذلك الدعوة ميزان الدعوة يقوم على المنهاج والمنهاج كما قال المفسرون الأدوات والوسائل التي توصل الإنسان إلى المطلوب وهذا يعني أن الدعية يجب عليه أن يبحث وأن يسعى عن جميع الأدوات الموصرية اليوم تطورت هذه الأدوات وتطورت هذه الوسائل ولذلك يجب على الدعاة أن يستفيد منها وأن يأخذ منها وأن يطبقوها ويضع لها برنامجا كاملا للاستفادة من هذه الأمور ميزان الدعوة أيها الإخوة الحبة ميزان قائم أيضا على أن يكون الداعية واسعة الصدر ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم واشاورهم في الأمر فقضية الداعية يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور حتى يكون مؤثرا بالإضافة إلى مراعاة الظروف والأحوال والأشخاص فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته مع الأطفال أو مع المراهقين كانت هذه الدعوة مختلفة مع الكبار السن كان يقول لأبي عمير حينما يلتقي به يا أبا عمير ما فعلنه غير وكذلك كان كلامه مع النساء كان يختلف وهذا واجب مراعاة الظروف والأحوال والأماكن والأقوال والأفعال حينئذ بإذن الله تعالى قد اقتدينا حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونجحنا في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى وأمتنا أمة الدعوة وواجبنا وفريضتنا الأساسية هي الدعوة إلى الله بل له عني ولو آية بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن ننتقل حقيقة إلى بقية أصحاب الفضيلة ونبدأ بفضيلة الشيخ الحبيب الشيخ نور الدين الخادم ليتكلم بما يفضل الله سبحانه وتعالى عليه بارك الله فيكم فضيلة الشيخ تحية لجميع المشيخ كرام وتحية للمشاهدين الكرام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنطلقوا من قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وردت في هذه الآية كلمة الحكمة والحكمة كما ذكر العلماء هي السنة مع الكتاب يعلمهم الكتاب والحكمة وهي كذلك العمل مع العلم وهي أيضا سر الحكم أو معناه أو علته المؤدية إلى المقصد وعرفت الحكمة كذلك بأنها وضع الشيء في موضعه المناسب له وهذا الذي عبرت عنه فضيلة الشيخ بالميزان ميزان العقل وميزان الشرع وميزان النظر وميزان العمل فالحكمة إذن هي ما يؤتاه الإنسان العاقل الموفق في دينه وفي حياته وفي دعوته وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما أحوجنا اليوم إلى ميزان الحكمة في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة هي إلى الله أو إلى سبيل الله ومن أحسن قول من من دعا إلى الله وأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة فالدعوة إذن هي إرشاد الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى إلى أحكامه إلى مراده إلى ما يعمر به هذا الوجود ويتحقق به الخير ويعظم به النفع هذا من جهة المبدأ أما من جهة التفصيل فالموضوع يأخذ مسارات من النظر والعمل والتخطيط والتقويم والمراكمة الفردية والجماعية على المستوى المؤسسات إلى آخره ومن الإشكاليات التي تطرح في عالمنا المعاصر عاطفا على الدعوة كما جاءت في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العاطرة من هذه القضايا أو الإشكاليات إشكالية أن المسلمين هم مسلمون فلماذا تؤدى فيهم الدعوة وهم مسلمون وإذا تصد شخص ما إلى دعوة غيره أو تصدت جمعية أو حركة أو حتى حزب إذا تصد لهذه الدعوة يقال له لماذا أنت تدعو إلى الله نحن مسلمون فلا داعي إلى أن تدعو الله ونحن مسلمون فدعوة هي إلى غير المسلمين ولذلك لابد من بياني هذا المشكل من حيث العلم والعمل ومن حيث الميزان كون المسلمين الذين يعيشون في بلد إسلامي كونهم مسلمين لا يعني أنهم لا يذكرون بالله تعالى لا يعني أنهم لا يتبلغون أحكام الله على مستوى التعليم التوعية التذكير خطبة الجمعة هي شكل من أشكال دعوة الله سبحانه وتعالى الفتوى الشرعية الفقهية هي دعوة إلى الله تعالى من جهة بيان حكم الشرع في هذه النازلة أو الواقعة التي لأجلها جاء هذا البيان الاجتهادي من قبل المفتي أو المجتهد كذلك فعل الخير وعمل الخير وتأليف الكتاب وبرنامج الإعلام وبرنامجنا الآن برنامج هذا البرنامج بحلقاته الكثيرة إنما هو شكل من أشكال الدعوة إلى الله تعالى بمعنى أنه تذكير وشرح وسرد واستنباط لهذه السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله إنما هو دعوة إلى الله بهذا المعنى الواسع المحرم فالحكمة إذن في عصرنا الحالي إنما هي وضع هذه الدعوة في موضعها المناسب لها من جهة مراعاة الميزان الذي يتنزل على حسبه وبمقتضاه وبمجموع ما يتحقق بهذا الميزان في دعوة الله تعالى تتجدد أنظارها مؤسساتها تتجدد أفكارها أساليبها وكلها تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك جاءت العبارة مطلقة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين شكرا هذه الإضافة بارك الله فيكم فضيلة الشيخ فضل بارك الله فيكم يمكن أن نضيف على ما قاله شيخنا بارك الله تعالى فيكم يقسم العلماء الناس إلى أقسام فمنهم سمعيون ومنهم بصريون ومنهم حركيون والتعليم والتربوي المعاصر يقوم على هذا التقسيم كيفية التأثير في المتعلم فهناك من يجذبه البصر ولذلك استغل النبي صلى الله عليه وآله وآله سلم ذلك فكان يلاحظ في أصحابه صفات معينة ويوظفها ويشهدها فقال عليه الصلاة والسلام لصاحبي الصوت لقد أوتيت مزمارا من مزامر أل داود رأى فيه صوتا نديا للقرآن الكريم فحثه عليه وكذلك جاء في الحديث الصحي صوت أبي طلحة في الحرب كألف استغلال للتوجيه المعنوي في الحرب فأنبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الخصلة وهذا من حذق الداعية أن يتنبه إلى الشخصيات وإلى أنواعها وإلى ماذا يميل هل يميل إلى الحركة هل يميل إلى التطبيق هل يميل إلى الحسيات أم إلى السمعيات أم إلى البصريات فيستغلها فيه كذلك قال عليه الصلاة والسلام وهو ينبه على فضائل أصحابه أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وكانت إذا أتاه أحد بالصدقة يقول اللهم صلي على آل بني أوفاء اللهم صلي على آل فلان وكذلك إذا حينما كان يدعو القبائل يعرف أسماء القبائل ويعرف أنساب القبائل ويعرف عادات القبائل فيمدحهم بما فيهم فقال في قبيلة من القبائل إن الله قد أحسن اسم أبيكم وفهو يستغل هذه الأشياء يستغل هذه الخصائص القبلية والاجتماعية ويوظفها صلى الله عليه وسلم حتى أنه لما جاءه في صلح الحديبية كما في صحيحي الإمام البخاري أخرج البخاري في كتابه في صحيحي صلح الحديبية الرجل الذي جاءه من بني عبد الحالث بن مناف وهو يعظمون البدن كيف استغلها النبي عليه الصلاة والسلام فقال ابعثوا البدن فإنهم قوم يعظمون البدن فأصبح الرجل في صف النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ينبغي لهؤلاء أن نصدهم عن البيت فالمعرفة بالأشخاص بالشخصيات بالقبائل ولما جاء أهل اليمن أثناء عليهم قال أتاكم خير أهل الأرض أتاكم أهل اليمن الإيمان يماني والفقه يماني والحكمة يمانية وقال حتى عن الصفات المدفونة التي كانت في الجاهلية قال خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه حتى كان يستعمل عليه الصلاة والسلام الأساليب المتعددة البصرية والحركية والسمعية انظروا إلى خطبته في حجة الوداع قال وهو يريد أن يري الناس موضع كل قانون وكل عادة خالفة الشرع فقال عليه الصلاة والسلام عن أمور الجاهلية قال كلها موضوعة تحت قدمي هذه ويشير عليه الصلاة والسلام ثم بدأ بوضع الربا من ربا عمه ربا العبا ثم الدماء وهكذا سنته صلى الله عليه وسلم قائمة على تنويع أساليب الدعوة عليه الصلاة والسلام أحسنتم بارك الله فيكم أحسنتم رضيلة الشيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته هذا الميزان في كل الأمور فميزان الرحمة والشدة كانت رحمته بالمؤمنين والشدته على الكافرين كما قال الله تعالى محمد والرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوف تلائم وكذلك الأخذ بالأسباب الذي بذله فوجد أن هذه الدعوة تحتاج إلى الأسباب وهذه الأسباب منها ما هو من حضارة العربي ومألوفهم ومنها ما هو مستورد من حضارات أخرى فلم يمنعه كون الشيء مستوردا من حضارة أخرى أن يستعمله أن يستعمله ومستعمل المنبر وهو من حضارة الحبشة والخاتمة وهو من حضارة الروم والخندقة وهو من حضارة فارس وكذلك وكذلك ما استعمله في التوازن أيضا فيما يتعلق بالقيادات فكان إذا أسلم قوم أمر عليهم شخصا منهم ليذير فيهم الحمية وليستغل فيهم مكان من الخير فما فتح الله عليه مكة لم يؤمر عليها أحدا من كبار المهاجرين الذين معه وهم من أهل مكة وإنما أمر عليها شابا من بنيه ومية وهو عتاب بن أسيد عمره قد 11 سنة وكذلك الطائف أمر عليها عثمان بن عبد العاصي وكذلك لما أرسل البعث إلى اليمن أرسل رجلين أصولهما من اليمن لكن كلاهما واحد عهده قديم باليمن وهو معاذ بن جبر لأنهم من الأسار وهم من الأزل لكن أرسل معه أبا موسى الأشعري وهو من الأشعريين من مدحج فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف فكان لكل واحد منهما فسطاط يزوره في صاحبه وكذلك ما يتعلق باعتبار الزمن وبناء القرارات على المعطيات الصحيح في الصحيح أن الحديث حريفة النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لي من نطق بالإسلام وفي لفظ أحصوا لي من دخل في دين الله قالوا يا رسول الله يتخاف علينا ونحن معبين ألفين إلى ألفين وخمسمائة ليس هذا خوفاً وإنما هو أنه يعلن السلم والحرب فيحتاج إلى أن يعرف عدد المقاتلين من أصحابه ويجهز ذلك يبني الخطة على معلومات دقيق ومثل هذا أيضاً ما يتعلق باستعماله لوجاهة بعض أصحابه وأثرهم فقال لنعيم خذل عنا ما استطعت وكذلك استعماله لحسان في الشعر والرد على قريش وقال له استعن بأيبي بكر فإنه يعرف أنسابهم فلما جاء شعر حسان إلى قريش وفيه وإن كرام الأصل من آل هاشم بنوا بنت مخزوم ووالدك العبد وهذا رد على أبي صفيان في الحال في العبد المطلب استعجبوا منه فقالوا شعر والله ما غاب عنه ابن أبيقه حافظ مارك الله مارك أحسن رضي الله الشيخ محمد رضي الله الشيخ علي بسم الله الصلاة والسلام ورسول الله ميزان الدعوة عند النبي صلى الله عليه وسلم حاضر مع توفق الله له ومبني على الحكمة يعني مثلاً تجد رسول صلى الله عليه وسلم في حرصة على هداية أبو صفيان يعني لما جاء العباس ودخل به على الرسول صلى الله عليه وسلم في الحوار الذي حدث بينهم وبعد ذلك رعى الجانب النفسي لدى أبي صفيان من دخل دار أبو صفيان فهو آمن في جانب معنوي عبى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الأشواق المتعلقة بأبي صفيان من بقى في داره فهو آمن من نائل في البيت فهو آمن فمن دخل دار أبو صفيان فهو آمن دار أبو صفيان كم تبي تحمل من الناس لكن فيها معنى لكسبة وإن مكانتك محفوظة بدخولك في دين الله وفي الإسلام فهذا من الموازين الدعوية في المعاملة الناس ينزالهم المنازلهم الطبيعية مثلاً في عكرمة رضي الله عنه رضاه وعكرمة يعني هاجر وترك والزوج تأخذت مننا عمامة النبي صلى الله عليه وسلم حتى التهدى إليه فعامله بلطف بشفقة وبرحمة ولما أقبل عليه وقف وقال لا تسبوا أباه يعني أسره عليه الصلاة والسلام بإسلوبه فكان نتج عن ذلك دخوله في الإسلام تأتي الصفوان اللي حارب بدل الجهد وفيها وازن ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفسها مالت إلى هذه الأغنام أو الماشير فأعطاها له قال لا هذا لا يكون لا يعطي هذه العطية إلا نبي فكانت سبب في إسلامه مثلاً عداس في الطائف لما أخبره عن سيدنا يونس عليه السلام آمن على طول مفتاح من المفاتيح مثلاً ثمام الحنفي رضي الله عنهم ولما أسر فعامله الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الفكرة المركزية كيف أن يكون ويدخل في دين الله وبالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في ميزانة كان خاضع للعلم والمعرفة والحرص على هداية الناس ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً مبارك الله فيك أحسنت فضي الله الشيح علي بعد هذا العرض الطيب إخوة الكرام وأخواتي الكريمات تبين لنا ما يأتي أولاً أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة هي أمة الدعوة ويجب أن تقوم بهذا الواجب وأن الفلاحة محصور في من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بحق كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك لكن هذه الدعوة كما ذكر لها موازينها في التأثير وموازينها في التعامل موازينها في كل هذه المجالات التي نقشت فعلينا أن نستفيد منها بل هناك حقيقة موازين أخرى وموضوعات أخرى لا تسعوا الحلقة لذكرها نكتفي بما ذكر وبارك الله فيكم وأسأل الله أن ينفعنا وينفعكم جميعاً بما يقال في هذه المجالس الطيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهذه مجالي سبلح البلادي فأنص التفوز بالهدى والرشادي تعالى لسيرات خير العبادي لهدي قويم لأكمل هادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة